بسم الله الرحمن الرحيم عند احتراق هذه المادة ينتج عنها رائحة عطرية محببة وقد تكون مادة البخور منفردة وقد تكون مخلوطة من عدة مواد مثل عرق الصندل وعرق الزعفران وعرق العنبر وعرق المسك وعرق الحناء وعرق الياسمين وغيرهم إذ تخلط هذه المواد بمهارة عالية وبنسب محددة لتعطي كل نوع رائحة طيبة متميزة عن الصنف الآخر وقد اشتهرت المنطقة العربية وخاصة الخليجية باستخدام البخور وأغلب أنواع البخور تجلب من مناطق شرق آسيا كالهند وماليزيا وأندونيسيا وتاريخ استخدام البخور والعلاقة ما بين البخور والإنسان علاقة قديمة ترجع إلى الحضارات القديمة خاصة الحضارة الهندية والصينية القديمة حيث استخدم في المعابد ودور العبادة إذ يعتقد بأن الشياطين تكره رائحة البخور وتبتعد عن المكان ويتم تطهير المكان باستخدام الدخان المنبعث من البخور وقد عرف العرب البخور منذ زمن طويل فاستخدمه في تعطير البيوت والمساجد والمحلات التجارية لرائحته الجميلة وتيمنا بالعادات والتقاليد المتبعة منذ زمن طويل ويستخدم في مراسم الأعراس والمناسبات الدينية وفي شهر رمضان خاصة والأعياد لتعظيم تلك المناسبات وترك أثر محبب في نفوس الحاضرين ويحضر البخور من العديد من المكونات الطبيعية مما أطفى عليها تنوعا ورائحة فواحة تدوم لفترات طويلة فالبخور الخليجي يتميز برائحة الهال والمسك والزعفران وفي أنواع أخرى يضاف دهن العود والعنبر والصندل وفي عجالة سنتعرف معا على طرق تحضيره حيث نصنع البخور من مواد عديدة منها الزهور المجففة وعود الصندل وبعض الخلطات السرية وأكثر ما تميز بصناعة البخور أصحاب المعابد إذ كان لديهم نوعان من البخور نوع ذو رائحة محببة ونوع آخر ذو رائحة منفرة ولكل نوع استعمالاته الخاصة والبخور أيضا من أدوات الدجالين التي يستخدمونها في تمويه الحقائق بمحاولة لإقناع الطرف الآخر بقضايا غيبية وقدرته على كشف الغيب مستغلين ثقافة المجتمع بارتباط البخور بالبركة والتعبد ومن أشهر أنواع العود والبخور هو العود الأزرق ويعد العود الأزرق من أثمن وأغلى أنواع العود وهو يتميز بحجمه الثقيل ولونه الأسود وهو لا يقطر الدهن مثل بعض الأنواع الزهيدة الثمن أيضا من أشهر أنواع العود والبخور العود الكلمنتان هو واحد من أفضل أنواع العود التي يفضل الكثيرون استخدامه وعود كلمنتان هو نوع من أنواع العود الأندنوسية كما يتميز برائحته العطر الثابتة التي تدوم لفترات طويلة أيضا هناك العود الكامبودي يتميز بلونه المائل إلى اللون البني ورائحته العطرة وهو واحد من أندر أنواع العود كما يصعب إحضاره من الهند وكمبوديا وهو من أفضل أنواع العود وأزكاها رائحة أيضا هناك بخور الخزامة اللافندر ويتميز برائحته الرائعة المهدئة للأعصاب والتي تزيل القلق والتوتر وتساعد على الاسترخاء كما يعد البخور الخزامة من أنواع البخور الرائعة وهو يستخدم بكثرة في حفلات الزفاف أيضا هناك عود الصندل ويستخرج من أشجار الصندل التي تزرع في آسيا وهو من أفضل أنواع العود أيضا وذلك بسبب رائحته المميزة كما يتم استخلاصه من زيوت موجودة بداخل لحى هذه الأشجار وصناعة العود منها أيضا هناك العود الصناعي ويتواجد هذا النوع بكثرة في الأسواق وفي مناطق بيع العود والبخور كما يعد هذا النوع من أكثر أنواع العود انتشارا حيث أنه يتميز برائحته الزكية بالإضافة إلى أن ثمنه معتدل أيضا هناك العود الهندي ولا يتم استخدامه إلا في المناسبات الهامة هو من أغلى أنواع العود وأثمنها من حيث الثمن وذلك بسبب رائحته الطيبة وثقل وزنه لذلك نجد أنه لا يتواجد إلا في منازل القادرين على شرائه أيضا هناك العود اللاوسي العود اللاوسي يتميز هذا النوع برائحته القوية والنفاذة كما تعد لاوس الواقعة في شرق آسيا هي مصدر هذا النوع النادر وهو نوع من أنواع العود الثمينة والنادرة والتي لا يمكن الحصول عليها بسهولة أيضا بخور الجاوة ويتميز هذا النوع من البخور بدخانه الخفيف ورائحته الهادئة ويستخدم لعلاج بعض الأمراض مثل الربو والكحة كما هناك نوعين من بخور الجاوة وهما الجاوة الأحمر والجاوة الأسود كما يستخدم على نطاق واسع في المنازل وأخيرا بخور حجر الأسود بخور حجر الأسود يتميز برائحته التي تمزج بين العود والعنبر وهو متوافر بكثرة في الأسواق وهو من أنواع البخور الرائعة كما تستخدم لتعطير المنزل بالكامل وخاصة أيضا في المناسبات والحفلات والآن كيف نعرف الفرق بين البخور الأصلي والبخور المخشوش في حالات كثيرة يكون البخور المزيف رائحته كريهة لذلك سنوضح كيف نفرق بين البخور الأصلي والبخور المخشوش نقوم بتجربة عينة من نفس العود الذي نرغب بشرائه عند التاجر بحرق قطعة صغيرة منه فإذا استمرت نفحة العود طيبة حتى نهاية عملية الحرق ولم تتغير الرائحة إلى رائحة الحرق أو الخشب وما للون الدخان إلى الأزرق ولم تتسبب عملية الحرق أيضا بحرقة بالعين فذلك يعني أن العود أصلي وطبيعي أما إذا كان خلاف ذلك فهذا يعني حتما أن البخور مخشوش ومصبوغ بشكل غير صحي ويمكننا أيضا وضع قطعة من البخور في الماء إن مال لون الماء إلى الإسفرار فهذا دليل أيضا على أن البخور يحتوي على صبغ أصفر أو أنه مصبوغ وأما الفوائد الصحية والنفسية للبخور لا تقتصر فقط على رائحته الزكية بل إن له العديد من الفوائد الصحية التي تدفعنا إلى استخدامه وكذلك للبخور بعض الأضرار الصحية التي يجب الحذر منها وسنأتي على ذكرها كلنا يعلم أن جميع الديانات السماوية تشترك باستخدام البخور في أماكن العبادة المساجد والكنائس فتعمل هذه الرائحة العطرية على تهديئة الأعصاب وتمنح الإنسان الطمأنينة والراحة النفسية وثبت علميا بأن الرائحة المتصاعدة من البخور تقوي عضلات القلب ورائحة البخور تساعد على فتح الشهية والزيت المستخرج من خشب البخور يفيد في حالات الإسهال المزمن ويفيد هذا الزيت أيضا بعلاج أمراض الكبد والأمعاء ويستخدم البخور في تعطير الملابس وخاصة المركونة في الدواليب ويحرز جميع زوار الكعبة المشرفة أو المدينة المنورة على إحضار كميات من البخور كهدايا لزوارهم لارتباط ذلك بالبركة من الأراضي المقدسة فللبخور رمزية دينية خاصة ويزيد البخور من القدرات الذهنية فهو يعزز من القدر على التفكير وزيادة الوعي كما أنه يفيد في زيادة القدر على التركيز وهذا لأنه يعمل على تنقية الهواء من التلوث وعند استنشاقه يعطي العقل إشارات لتنبيه الجسم بضرورة فرض السموم ويستخدم البخور لعلاج الضعف الجنسي حيث أن استنشاق البخور يؤدي إلى زيادة القدرات الجنسية فهو يعمل على تحفيز المثيرات العصبية والتي تحفز وتزيد من القدرة على الانتصاب وتعالج حالات الضعف الجنسي للرجل والمرأة على السواء ويساعد البخور على تحفيز الإبداع فالرائحة المنبعثة من البخور كالأعواد النباتية تفيد في تنظيف الدماغ من الطاقة السلبية ويمد الجسم بطاقة عند استنشاقه مما يزيد القدرة على التخيل والإبداع ويساعد استنشاق البخور على استرخاء جسم والشعور بالراحة وتهديئة العصاب وعلاج الأرق حيث يحسن من الحالة النفسية ويعالج الاضطرابات النفسية الناتجة عن الحياة اليومية والمواقف الضغط على الإنسان والتي تسبب التوتر والقلق ويستخدم البخور أيضا في التعقيم فهو يساعد على قتل الجراثيم لأن به خصائص مطهرة ومعقمة للهواء من البكتيريا فالبخور يحافظ على بيئة نظيفة وصحية ويمنع انتشار أو انتقال العدوى ويساعد البخور على علاج وتخفيف آلام الصداع فاستنشاق رائحة البخور تحفز الدماغ على إفراز هرموني الدوبامين والسيروتونين المعروفين باسم هرمونات السعادة والتي توسع من الجيوب الأنفية وتساعد على توازن ضغط الدم في الجسم أما الأضرار الصحية للبخور فقد حذر مختصون من المبالغة بالبخور في مجالس الأفراح أو اللقاءات الأسرية كونها تثير حساسية الصدر والربو الشعبي عند المرضى المصابين وخصوصا أيضا الأطفال داعين إلى التقنين والاعتدال في استخدام البخور أو تعطير المكان ويكثر استخدام البخور في مختلف المناسبات وهي عادة متبعة قديما وحديثا إذ أن البخور يلطف الأجواء بمختلف الروائح أهمها العود ولكن المبالغة في تعتيم المكان بأدخنة البخور لها انعكاسات سلبية على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو العيون أو الجيوب الأنفية أو الربو وهذه الفئة وخصوصا الأطفال يجب عليهم الابتعاد عن مواقع المبخرات واختيار مكان مناسب لا يوجد فيه دخان يثير الحساسية ويجب على أصحاب الدعوات أيضا عدم المبالغة في استخدام البخور مراعاة للفئة التي تشكو من مختلف أنواع الحساسية وتتوقف الأضرار الصحية للبخور على طريقة الاستعمال الخاطئة المصاحبة لإشعال أعواد البخور ومن أبرز هذه الأضرار أن البخور المحترق يزيد من حساسية الصدر خاصة عند الأطفال وكبار السن خاصة وأن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الصدر بشكل عام ولا يستطيعون استنشاق الروائح العطرية ومن ضمنها البخور فيعانون من العطس والسعار عند استنشاقه وزيادة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي وحرق البخور في المنزل يسبب تلوث الهواء بمواد سامة مثل الرصاص والحديد مما يسبب ترسب الشوائف الدم وقصور في كفاءة الكلة على المدى البعيد واستنشاق البخور لمدة طويلة قد يسبب مشاكل في الأوعية الدموية واستنشاق البخور المحترق يسبب مشاكل في الرئتين ويكون الشخص عرض للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائي والربو وهذا لانبعاث غازات سامة مثل الفورمالين وأول وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النتروجين حبيبنا إن شاء الله يكون الموضوع أعجبكم ألقينا نظرة سريعة على موضوع البخور ياريت نعرف رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو اقتراح وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة